قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات بصفته المنصق الوطني للإنقاذ البحري بزيارة تفقدية للمركز الوطني لتنصيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة وخلال هذه الزيارة تم تقديم شروحات بشأن عمل هذا المركز والمهام المنوطة بها هذا المركز جد مهم الذي تغفر عليها بلادنا والتي لديه المهام هو الإنقاذ أي شخص الذي يكون في البحر ويكون في حالة خطر ويعمل بمقاربة التنصيق مع جميع المتدخلين وبالمناسبة تم تقديم عرض مفصل حول المنظومة الوطنية للإنقاذ البحري مع التأكيد على الجانب العملياتي لمهمة الإنقاذ الذي يعكس المستوى الممتاز لطبيعة التنصيق والتعاون القائم بين المركز وباقي الهيئات المتدخلة في هذه المهمة الإنسانية على سيما الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والمديرية العامة للوقاية المدنية المركز يقدم هذه الخدمة بصفتها مهمة ذات طابع دولي وطابع إنساني لجميع المتدخلين بالبحر بما فيهم بحارة السفون التجارية وبحارة مراكب الصيد وكذلك مستعملي مراكب النزهة مركز الإنقاذ البحري يساهم كذلك في تعزيز أمن الملاحة البحرية بتنصيق مع قسم الهيدرغرافية بالبحرية الملكية من خلال بثه للنشرات والإختارات المتعلقة بالسلامة البحرية بما فيها توقعات الأحوال الجوية والبحرية لفائدة الملاحين العابرين والعاملين بالمياه البحرية الوطنية ترجمة نانسي قنقر